موسيقى كرامنا المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ إلى ملفاتنا الصحفية مع رعاية خادم الحرمين الشريفين أمس حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية واحد وثلاثين صحيفة الوطن كتبت عنواناً سلمان وعبد الله خير الداعمين للجنادرية منذ ثلاثة وثلاثين عاماً أشارت فيها إلى أن الملك سلمان كان منذ الانطلاق الأولى للجنادرية عام ألف واربعمائة وخمسة مع أخيه الملك عبد الله رحمه الله خير الداعمين لفعالياته باعتباره مشروعاً وطنياً حضارياً يسهم في ربط الإنسان بأرضه وموروثه في حين كتبت صحيفة المدينة عنواناً جنادرية واحد وثلاثين عرس عربي وفرح خليجي متجدد أما صحيفة اليوم فقد عنوان التغطية المهرجان الجنادرية تاريخ يذهب الوطن وأخيراً من صحيفة مكة التي أشارت إلى حديث مليك البحرين قائلاً إن هذا المهرجان أصبح تقليداً حضارياً وملتقاً عربياً وإنسانياً تلتقي في رحابه نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والشعراء والباحثين من مختلف دول العالم ولمناقشة ملفاتنا الصحفية ورحب بضيفي في الاستوديو دكتور علي رباعي مدير مكتب صحيفة عكاظ في الباحة ومن أبهى في صحيفة الحياة يحيى جابر مرحباً بكما بداية دكتور علي كيف رأيت تغطية الصحف للجنادرية هذا اليوم مرحباً بك والإخبارية والمتابعين الكرام طبعاً بدون شك أنه نحتفل جميعاً بمهرجان الجنادرية على مستوى شعبي ومستوى نخبوي وأيضاً مستوى علامي باعتبار أن الجنادرية أصبحت فعلاً واجهة حضارية إنسانية وعالمية تمثل الوجه المشرق لهذا الوطن عبر طبعاً تأسيسه وتوحيده وحداثته وتطويره ومراحل نموه وما بلغه الإنسان أيضاً في هذه المسيرة وتختصر كثيراً سيرة إنسان ومكان من خلال تبني الدولة لهذا المشروع الذي أصبح فعلاً عمل مؤسسي نفخر به جميعاً ونعده سداً كبيراً في ثقافتنا العربية بحيث أنه تعرف كان هناك كثير من التظاهرات في عدد من الدول العربية سنوياً أو موسمياً وكانت هذه التظاهرات إذا عددناها من المربد في العراق إلى احتفالات حلب إلى احتفالات جرش كانت هي تتوزع المهام الثقافية والفكرية بينها اليوم بحمد الله أصبحت الجنادرية تضم كل هذه المكونات وتتجاوزها بأنها فعلاً فتحت حتى على الإنسان عموماً فأصبحت إنسانية وعالمية من خلال استضافة الدول والمشاركين فيها والمدعوين إليها جاءت الجنادرية من خلف الصفوف ومن خارج السرب من منطقة عسكرية اقتحمت المشهد الثقافي والفني فعلاً الجنادرية الآن باتت هي الأيقونة الأبرز ثقافياً هي الأيقونة الأبرز وأنا أعتبر أنه كان هناك الملك عبد الله رحمة الله عليه والشيخ عبد العز التوجري نجح فعلاً في إذا صح التعبير أو التسمية ثقفنة العسكر يعني أنت تعرف أن البعض يجنح إلى عسكرة الثقافة فهنا انقلبت المعادلة وحقيقة رجال حرص الوطني يعني يقدم لهم شكر وتحية وصلوا إلى مستوى من الرقي في التعامل والتنظيم وحسن الإدارة بطريقة مدهشة جداً ولافتة شميل يحيى الجنادرية تحتمل الأكثر على واجهة الصحافة ما الذي ستقدم الصحافة في هذا الموسم تحديداً؟ طبعاً أنت أول شيء أحييكم تحية كبيرة جداً الأمر الآخر أنت تعرف التغطيات الصحفية للأشياء المهمة جداً في البلد تتسم بأهمية كبيرة جداً في وسائل الإعلام بشكل عام التغطية رائعة جداً الأرواع الصور اللي شاهدنا اليوم صور التحام قادة الدول الخليج تواجدهم في صور جميلة جداً الصورة بألف كلمة بالنسبة للجنادرية أنت تعرف هذا المحفل أصبح يعني يمكن إذا ما يكون الأول على مسؤول العالم عربي فهو من أبرز الأنشطة الثقافية في الوطن العربي والدول العريقة دائماً في العالم تتجه إلى مثل هذه التعريفات تعرف بلدها العالم وتعرف بلدها أيضاً بأهمية التراث وما يستجد من أمور تراثية في هذا البلد جميل يعني أمس كانت فعلاً يعني مناسبة مناسبة الملوك يعني حضر حضر الملك وضيفيه الكريمين وكأن الجنادرية تعنى بالخليج ككل صحيح أنت تعرف بلدان الخليج جميع بلدان الخليج هي أصلاً بلد واحد من ناحية السكان القبائل هي بلد واحد الملوك أيضاً ملوك وأمرة الخليج هم أيضاً أسر متكاتفة ومتلاحمة ومترابطة وبينهم نسعب فنحن الحمد لله في دول الخليج نعتبر بلد واحد جميل والجنادرية تعتبر لكل بلدان الخليج جميل وأي نشاط أيضاً يحدث في الخليج نحن لدينا المشاركة فيه الحمد يعني كانت أمس التغطية الصحفية رائعة جداً جميل كيف البرد عندكم يا حيش أشوفكم شتي مرة بالنسبة لأبها أنت تعرف أبها شوية باردة فوق السحابة الدكتور علي جاي اليوم حرب من البرد ننتقل ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الاقتصادية التي علمت أن برنامج حساب المواطن استثنى العقارات المرهونة والمن تاهية بالتمليك من الشروط حتى ينتهي الرهن وسيكون تسجيل السكن وفق خانة الإيجاب فيما سيتم تسجيل الأراضي واحتسابها مثل العقارات شريطة أن تكون مسجلة بوزارة العدل فيما كشف المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل وتنمية الاجتماعية لصحيفة اليوم أن عدد المسجلين في البرنامج لليوم الأول بلغ مليون ومئة مليون ومئتي ألف مستفيد مبينا أن الحسابات المكتملة التسجيل بشكل نهائي بلغ 650 ألف مستفيد وآخيرا من صحيفة مكة التي أشرت إلى أن مليون واربع وخمسين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين مواطنا تمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم في اليوم الأول من تلقي حساب المواطن الطلبات الذي بدأ باستقبالها أمس واستخدمت 79% من المتقدمين هواتفهم الذكية للتسجيل في البرنامج و21% من أجهزة الكمبيوتر حساب المواطن ما زال يحضر على الصفحات كأنواء الرئيسي وبشكل عام يتداول بين المواطنين في شبكات التواصل وكينا يعني يكون صادق وصريح المعنيين بحساب المواطن أنا أقول أن أحيانا حتى أنت كأعلامي تذكر أنه يحضر ناس كثير يقول تكلم كثيرا لكنه لم يقول شيئا بصفة شخصية أنا إلى الآن ما أنا أعرف قد تكون تلكمي لحنك الدبلوماسي إلى الآن ما حضر في ذهني حقيقة بوضع حساب المواطن نهائيين بمعنى أني أحاول أن أستقل يعني الدولة لديها أجهزة معلومات كبيرة جدا مركز المعلومات الوطني وهيئة الإحصاء العامة موجودة بمعنى أن الدولة لديها قاعدة بيانات كاملة تعرف المواطن ودخله الآن يطلبون منك أنت تروح تسجل وتقول أنا إيش راتبي وإيش دخلي يعني أنا هذه المعادلة ما مش هتمعي بصدق يعني ومان الأمر آخر تحس المعلومات كأنها متضاربة يعني كان المتحدث هذا يعطي معلومة وبعد ذلك يتراجع ويعني في ربكة في ثلاثة أربعة صحف أنا قرأت يعني المعلومات ليست موحدة يعني في تفاوض شوي في الأرقام ما بين السبعمية إلى المليون إلى مليون ومئتين أنا أتمنى بصدق أنه تتبنى يعني الجهات المعنية هي تتبنى الآن التقنية متوفرة وتخدم حساب المواطن تعرف الدولة الآن مواطنية وتعرف موظفيها وتعرف اللي على التأمينات واللي تقاعد وبإمكان هذه يعني عبر الأشياء هي تصل رسالة للمواطن فقط أنك أنت مفاعل نظامك وأنت في الفئة كذا ألف أو باء أو جيم فما أعرف عن يشراك المواطن أو إقلاق الناس الآن لأنه ناس كثير يسألون حتى ويحاولون يسألون لمعلومة أنه كيف نسجل وماذا سيترتع بالتسجيل يعني هل هي ثقة مطلقة في المواطن أنه يعطي معلومات صحيحة عن نفسه وفي المقابل هناك جوانب تخوف من أني أطلع الآخرين على جوانب فعلا هو صحيح لكنه ما تخفى هذه الأشياء ونحن نعرف أن النية والتوجه جيد جدا وإن شاء الله الهدف مصلحة لكن أيضا يعني مسألة يعني الموضوع ليس جمعية خيرية أنه كل اللي يبغي يجي يسجل نحن نتمنى أن تكون الدولة لديها نظامها الصارم والأيضا اللي ممكن يكون شفيف جدا ودقيق في متابعة دخل كل مواطن وهل هو مستأجر أو ساكن ملك والآن الوزارة العدل لديها الحمد لله نظام معلوماتي متكامل وأكتروني وممكن أنت تعرف بيانات الإنسان كاملة من خلال ضغطة زر صحيح سديح يا يعني أرجع وأقول بأن حساب المواطن هو متصدر ولكن في المقابل زي ما قال الدكتور علي يعني مفترض ليسجن واحد أصلا معلومات مجهولة عند الدولة ما ندري عنه يتصلون عليه يقولون ترى ما عندنا أي معلومات سما تعطيك معلومات الدخل أكثر من أي جهة فما بالك لو كان مركز المعلومات الوطني حاضر والحسابات الثانية طبعا تعرف هذا الحدث مهم جدا ولذلك فعلا هو بيتصدر الاهتمام في الصعوب في التلفزيون مثل برنامجكم الحالي هذا غيرها من أمور حساب المواطن أنا أعيد حديث الدكتور علي في شيء كثير جدا من ما طراحه يعني كل المعلومات متوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة ولدينا الحمد لله أجهزة حكومية رائعة جدا وقوية جدا في معلوماتها ويعني أنا مستغرب جدا فعلا من هذا الحساب اللي يكون فيه مبررات أخرى لا نعلمها طبعا من أو قد يكون تكميلي لمعلومات أو قواعد بيانات أخرى فبالتالي جاء حساب المواطن كإضافة معلومات أو حقول في قواعد بيانات المواطنين ممكن ولكن يفترض على مثل مسؤولين القائمين على البرنامج هذا أن يفندوا هذه الأمور وبفترة كافية يعني قبل أبشر المهم الآن اللي فهمتم من حساب المواطن أيضا أنه بعض إدخل بيانات هذه فيه لجان حتجتمع وفيه ثلاث وزارات شكلت هي المالية والتخطيط الاقتصاد والتخطيط وأيضا العمل على حسب أي العمل هذه الثلاث وزارات بتدهي بمساوية شراكة في دراسة كل الأوراق اللي بتتقدم ثم بعد أربع شهور بيتم تحديد الآلية وكيف دعم المواطن هل وعن طريق الراتب أو عن طريق مثلا الدخل اللي فهمتونه عن طريق الدخل الشهري والسنوي أيضا هناك تحييرات من المعلومات الخاطئة أو كذا اللي بتدخل هذا أنا كان ودي والله فعلا أنه يعني يتم توفير مبالغ اللي حدث إقامة برامج أو مثلا مواقع أو منصات للتسجيل تكلف مبالغ باهظة وموظفين يكلفون مبالغ باهظة وإكتفاء بما لدى الدولة من معلومات بحيث أن كل مواطن زي ما قال الدكتور علي موجودة معلوماتها بإحصائياتها بأمورها وينزل الراتب تلقائيا أو الدعم لكن الجوانب التقنية لا نعلم تفاصيلها نعود نقول ربما يأتي هذا الحساب ليتمم قواعد البيانات السابقة لدى الأجهزة الحكومية وأيام مهمة عموما لنا جميعا وإلى ثالث ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة المدينة التي أشارت إلى أن القطاعات الحكومية المختلفة سجلت هدرا في استهلاك الطاقة الكاربية خلال العام الماضي حيث استهلكة 252.645 قطاعا أو ألفا قطاعا حكوميا ما يقارب 39.674 جيجا قوات في الساحة وبنسبة 13% وبينما استهلكت القطاعات التجارية التي يبلغ عدد مشتركية 1.317.379 أي ما يفوق القطاع الحكومي بخمسة أضعاف وبنسبة 16% من أجمال الاستهلاك العام في هدر واضح من قبل القطاعات الحكومية للطاقة خصوصا أن غربيةها ينتهي عملها الساعة الثانية والنصف ظهرا بينما المحلات التجارية تعمل ساعات وأيام أطول وأقل في استهلاك الكاربية المؤسسات الحكومية تهدر أكثر من غيرها بالطاقة وهو خبر أعتقد بأنه ربما الآن مع مرحلة التقشف خرجنا بهذه الأخبار والله هو الطبيعي أنت ما تقدر أصلا يعني أن تعرف يعني بعض المؤسسات أصلا تقوم على أجهزة والأجهزة هذه تحتاج إلى تغذية كهربائية تحتاج إلى تكييف معين يعني فصعب جدا أصلا تقول ما يوجد هدر صعب جدا لأنه يعني خلينا نكلمك على مكتبنا مثلا نحن في الباحة لدينا أجهزة ورسيفرات مرتبطة بالمكتب الرئيس في جدة ما تقدر تقول أنا بأفصل التيار عن المكتب بحكم أنه يعني انتهى الدوام مثلا الموضوع يعني منظومة عمل متكاملة مرتبطة بوزارات مرتبطة بجهات أخرى فربما صحيح أن البعض يرى مثلا تجد بعض المباني مضاءة مثلا في الليل ما في أحد يعني هذا أعتقد أنه حتى من ناحية شرعية يعني الإسلام دعا أنه المبذرين أنا أخوان الشياطير والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت على نهر جاري يعني حتى أنت الماء متوفر بكثرة ما تبذل لأنه خلق يعني حقيقة منافي للمبادئ والقيم الإنسانية والإسلامية فيفترض أنه يعني هذا الحس يعود إلى يعني المسؤول الأول في كل إدارة وليضع نسبة إلى التكييف يعني لا شيء يعني الموضوع سهل ونحن الحمد لله إذا صحت يعني البشارات اللي زفها إلينا بعض المسؤولين لدينا إن شاء الله استفادة من الطاقة الشمسية ومن سرعة الرياح في توفير الطاقة فإن شاء الله بإذن الله أنه مع الوقت يعني نحدم أي بنحو يحدم الموضوع خاصة بباحة يمديكم تحطوا مراوح جدا وتتوفر البدائل فيصبح الموضوع إن شاء الله ما في يعني عب على أحد شميل سديحيا يعني ما بدنا نقول جلد ما هو بجلدك جرع الشوك ولكن تعامل المواطنين في مؤسساتهم الحكومية تحديدا ألا مبالا ما رأيك أولا أن الخبر الأخ سعيد الزهراني فعلا خبر جميل جدا صحفي أنفرد بموضوع رائع جدا فيه أرقام وفيه إحصائيات حسب ما أعتقد أنه انفرد فالخبر بحد ذاته خبر جميل جدا لأنه كشف يعني خطأ أو مشكلة كبيرة جدا الجميع كان يتوقع أن الاستهلاك الأكبر لدى المواطنين فجأة أكتشف أن الإدارات العكومية أكثر حتى من الشركات يعني شركات تعرف والمحلات الجارية نعم تستخدم الأخاربة بشكل كبير جدا فما بالك أن خلنا نأخذ الموضوع صحفيا تعتقد بأنه هذه اللغة في التقصي كانت موجودة مثلا قبل سنتين ثلاثة لو لا غيرنا اتجاهنا نحو الاقتصاد ودعنا نقول الترشيد لا لا الآن بشكل أفضل صراحة حتى في تناول الطرح في تناول الأخبار في تناول المعلومات أشياء كثيرة جيدة جدا ومتميزة والحمد لله بلدنا منطور بشكل مستمر نأخذ آخر ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة عكاد حيث كشفت الكنسلية البنجلاديشية طلب وزارة الصحة السعودية التقاعد مع تعافوا مع نحو 400 طبيب بنجلاديشي للعمل في المستشفيات بالمملكة خلال ندوة قيمة أمس الأربعاء في محافظة جدة وأكدت أن الطلب يشمل خصائيين واستشاريين في المقابل نفت وزارة الصحة لعكاد صحة ما تناوله ومسؤوله قنسلية إذ قال متحدثة مشعل أربعان أن وزارة الصحة لم تطلب التعاقب مع أي طبيب بنجلاديشي ولم نتحدث في هذا الشأن أبدا وبعرض هذا النفي للقنسلية البنجلاديشية عبدت الأخير استغرابها من مواصلة نفي الوزارة للطلب الذي يقدمونه أنا لو من القنسلية البنجلاديشية أرفض طلب وزارة الصحة إذا أنهم نفوا هذا الحد لدنا في رد الاعتبار لأنه بصدق لا أعرف ما تضع مبررات مسألة النفي هل هي قائمة على أننا ليس لذين احتياج؟ أو لأنها جالة بنجلاديشية مثلا الواقع يؤكد أن ما زلنا إلى حاجة وأنا أعرف على الطلاع بمنطقتي على الأقل أن هناك نقص كبير في عدد الأطباء هذا أولا الأمر الثاني نعرف أنه في آسيا وربما في الهند و بنجلاديش هناك كوادر طبية مميزة بصدر أنا أثق إن شاء الله أن المسؤول لا يأخذ الموضوع من ناحية عنصرية مثلا أو أن هناك نظرة دونية لبلد دون بلد لأنه الحمد لله بلدنا مفتوح للجميع لكن أتوقع أنه فيه إشكالية حيانا أنه يخافون الوزارة يقول أننا نحتاج أربعمائة طبيعي لكن الدولة تريد هذا نعم ولكن والحاجة موجودة الدولة تريد يعني الملك الله أحفظه الملك سلمان قال يعني نحن أي شيء نحتاجه سنوفره للمواطن هذه أولويات موضوع الصحة نعم أستاذ يحياء صحفيا عملية طرح وفي المقابل نفي ومرة أخرى الجهة الأولى التي طرحت تستغرب كيف نستطيع أن نحقق هذا الخبر تحديدي؟ أولا وزارة الصحة ما هي أول مرة تنفي أكثر من خبر في سنوات مضت كل مرة يطرح مثل هذه الأمور ممرضين أو ممرضات أو طباء أفهم كلامك أن وزارة الصحة تحب تنفي نعم وفي الأخير يظهر أن الوزارة يعني مخطعة في الكلام هذا ويثبت عكس ذلك الآن أتطرح أن الوزارة تنفي والجهات في بنغلاديش تؤكد هذا الحدث يعني فيه واحد من الاثنين مخطعة وأنا أعتقد أن الوزارة هي المخطعة في شيء ذلك يجب على الوزارة أن تتكتم على مثل هذه الأمور لأنها أمور عادية جدا لا يوجد أي مشكلة وتعطي المبررات نحن مثلا نستقدم 400 طبيب من بنغلاديش للأسباب التالية وتوضح الأسباب التالية ومواطنين وسائل الإعلام وكل المطلعين على درجة عالية من الثقافة ويقدروا شيئا ولكن طالما نفت إذا كانوا متجهين إلى أنهم يجلبون الطباء ولدينا طباء كفاء موجودين في المملكة ولم يجدوا فرصتهم فإذا هذه الوزارة تعمل بالخطط السابقة والوزير إلى الآن لم يتخذ طيب انتهى الوقت ولكن طالما أن وزارة الصحة نفت فبالتالي يأخذ هذا النفي في عين الاعتبار ويتم التقصي عنه ويمكن ما طلبوهم بنغلاديشيين واحد من الصحة شاف واحد من قنصرية قال نبغى 400 دكتور ومستشار ختاما أشكر ضيفي في الستوديو دكتور علي إرباعي مدير مكتب صحيفة عكاغ في الباحة ومنافه الصحفي في صحيفة الحياة يحياء جابر لخير ترجمة نانسي قنقر